موسيقى النشرة الاقتصادية من قناة من شباب أهلا بكم والبداية بأبرز عنوينها تذبذب أسعار الصرف يتسبب في استمرار اضطراب الأسواق التنموينية وسلاسل الإمداد موسيقى هجمات ميليشي الحوثي على الموانئ النفطية تكلف اليمن أكثر من مليار دولار موسيقى ميليشي الحوثي تواصل احتجاز مئات الشاحنات المحملة بالسلع في جمرك الراهدة موسيقى أهلا بكم تواصل أسعار الصرف تذبذبها في الأسواق المحلية مع غياب الإجراءات الرسمية لاستقرار قيمة العملة الوطنية واستمرار الاختلالات التي تؤثر على نشاط القطاع المصرفي الرسمي وأثرت عملية تأرجح أسعار الصرف بين الصعود والهبوط في اضطراب أسعار السلاع والمواد الغذائية وعلى الوضع المعيشي للمواطنين وسجل الدولار الأمريكي خلال تعاملات الأربعاء 1246 ريال للشراء و1254 ريال للبيع كما سجل سعر الريال السعودي 332 ريال للشراء و333 ريال للبيع وطلب اقتصاديون الحكومة بوضع حد للاختلالات المالية وسرعة وضع المعالجات الجذرية من أجل استقرار قيمة الريال الوطني والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين يشهد الطلب على سيارات في السوق المحلي انخفاضا غير مسبوقا مدفوعا بتراجع أنشطة القطاع الخاص وركود قطاع العقارات وانخفاض قيمة العملة المحلية أمام العمولات الأجنبية وشحة الدخل وارتفاع أسعار الوقود وقلم لكم عرض سيارات إن الطلب على شراء السيارات بجميع أنواعها تراجع بنسبة 70 إلى 80% وهي معدلات لم يسبق شهيدها هذا القطاع من قبل وأشار إلى أن المعروضة من السيارات أكثر من حجم الطلب حيث قام كثير من المواطنين بعرض سياراتهم للبيع ما تسبب بانخفاض أسعار السيارات بنسبة تزيد عن 30% لكن الإقبال على الشراء تراجع بشكل كبير وتشير مصادر تجارية إلى أن ركود سوق العقارات أثر بشكل كبير على الإقبال على شراء السيارات لارتباط هذا القطاع بتدول الأموال إضافة إلى ارتفاع أسعار الوقود قالت الغرفة التجارية في أمنة العاصمة صنعا إن المخاطر ترتفع أكثر في طريق شركة العائلية وسط تحذير من مخاطر الإفلاس تواجه تلك الشركات وأشارت الغرفة في نشرتها الدورية عن شهر يناير الماضي صدرت قبل أيام إلى أن ثلاثة شركات من كبار شركات العائلية شرعت في إجراءات التجزئة والتقسيم بين الورثة ورفضت الغرفة التجارية الإفصاحة عن أسماء الشركات لكنها قالت إن إحدى الشركات الثلاث عمرها يتجاوز مئة عام وأكدت الغرفان قضايا تلك الشركات بين يد المحكمة التجارية للفصل والبت في التقسيم وناشدت الغرفة التجارية مساعدة الشركات العائلية في مواجهة مخاطر التقسيم بين الورثة الذي يؤدي إلى إضعاف وربما إلى إفلاس تلك الشركات يشهد الملف الاقتصادي الكثير من الغموض ترافقا مع تسارع الأحداث بالتوازي مع المفاوضات القائمة بين السعودية وميليشي حوثي الإرهابية في السياق قالت مصادر مطلعة إن ميناء رأس عيسى شمال مدينة الحديدة استقبل أول شحنة وقود من الخارج بعد تعطل التصدير عن هذا الميناء منذ بداية الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي ترافق هذا وترافق هذا مع تحويل معظم السفن التجارية التي كانت تصل إلى ميناء عدن مسارها خلال الأيام القليلة الماضية صوب ميناء الحديدة ذلك على نحو مفاجئ في خطوة قال مراقبون إنها تأتي ضمن تفاهمات السعودية والحوثيين وأظهرت وثائق رسمية دخول 15 سفينة إلى ميناء الحديدة في يوم واحدا ودون تفتيشا كما كان معمولا به من قبل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش على البضائع يأتي هذا فيما لا تزال موانئ تصدير النفط في محفظتي شبوى وحضر موت متوقفة عقب الهجمات التي شنتها ميليشي الحوثي منذ أكتوبر الماضي هذا وشدد صحفيون بتاعز على ضرورة إفشال الحكومة الشرعية مخططة ميليشي الحوثي الإيرانية الرامية إلى إجبار التجار على استيراد البضائع عبر ميناء الحديدة وقال صحفيون أن ميليشي الحوثي أبلغت التجار باستيراد البضائع عبر ميناء الحديدة الخاضع لسيطرتها في الحقيقة أن ميليشي الحوثي تتخذ مسألة فتح ميناء الحديدة أمام سفن الحاويات ورقت الضغط أمام التحالف وأمام الحكومة من أجل ضرب ميناء عدن والموانئ التي تقع ضمن إطار الشرعية لصالح إعادة تنشيط الموانئ التي تقع ضمن سيطرة ميليشي الحوثي وهذه تأتي ضمن إطار الحرب الاقتصادية التي تسعى إلى السيطرة على مجمل الإيرادات العامة والخاصة في مقابل عدم وجود أي نشاط تجاري أو نشاط اقتصادي في المناطق التي تقع ضمن مناطق سيطرة الحكومة وهذه هي أحد أدوات الحرب الاقتصادية طبعا ضغطت بقوة ميليشي الحوثي في حال مفاوضات أمام التحالف من أجل فتح ميناء عدن أمام حركة الحاويات لكن أعتقد أن إذا تم هذا فعلا والسماح لكافة سفن الحاويات الدخول إلى ميناء الحديدة دون قيود أو دون تفتش فهذه ستمثل ضربة لميناء عدن وستمثل ضربة للحكومة الشرعية كونه سيؤثر على مجمل الموارد الجمهورية للحكومة وسيعمل على ترقيح كافة ميليشي الحوثي في الجانب الإيرادي وجانب الموارد أيضا على الحكومة الشرعية تخفيض التعريف الجمهورية في المنافذ التي تقع تحسيطرة الشرعية ومنع السفن والحاويات من الدخول إلى ميناء الحديدة هذا وتواصل ميليشي الحوثي احتجاز مئات الشاحنات المحملة بالسلع والبضائع في جمرك الراهد المستحدث في محافظة تعز وقالت مصادر تجارية إن ميليشي الحوثي احتجزت مئات الشاحنات المحملة بالبضائع في جمرك الراهد ومنعتهم من المغادرة إلا بعد التزامات خطية بعدم الاستيراد مجددا من الموانئ التي تحت سيطرة الحكومة الشرعية وتضغط ميليشي الحوثي على التجار لتوقيف الاستيراد من ميناء عدن والتوجه نحو ميناء الحديدة حيث أخذت من البعض تعهدات خطية وامتلأت ساحات الجمارك المستحدثة من قبل ميليشي الحوثي بالشاحنات المحملة بالبضائع حيث ترفض الإفراج عنه هذا وقالت وزارتها النقل والصناعة والتجارة إنها تعتزم اتخاذ إجراءات وتعليمات لتنظيم حركة التجارة في الموانئ المختلفة بما يضمن سهولة ويسر وصول البضائع ورفع كفاءة عملية نقل وإيصال البضائع والسلع المختلفة جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن الوزارتين خلال اجتماع موسح عقد في العاصمة المواقعة عدن برئاسة وزير النقل الدكتور عبد السلام حميد ونائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان وضم رئيس الغرفة التجارية الصناعية في عدن أبو بكر بعبيد ورئيس الغرفة الملاحية طالب سليم وعددا من الوكلاء الملاحيين وأكد البيان المشترك رفض الحكومة بشكل قاطع الابتزاز الذي يتعرض له القطاعان التجاري والملاحي وسياسة العبث بقوت الشعب عبر الإيقاف والمنع والابتزاز الذي تمارس الميليشي الحوثية مشددا على اتخاذ إجراءات رادعة بحق السفن التي تنتهك القرارات والإجراءات الحكومية وكذلك التجار ووكلاء الملاحة المخالفين لتلك القرارات والإجراءات ونبه البيان التجار إلى أنه لا يوجد أي تعديلا في إجراءات دخول البضائع إلى موانئ البلاد المختلفة بما في ذلك ميناء الحديدة وإن الشائعات المنتشرة هي محضو كذب ومحاولة للالتفاف على القانون والآلية المتفق عليها مع كل من الحكومة اليمنية الشرعية وقيادة تحالف دعم الشرعيات والأمم المتحدة قال رئيس الوزراء معين عبد الملك إن الاقتصاد الوطني تكبد خسائر بنحو مليار دولار جراء السهداف ميليشي الحوثي للرهابية لموانئ نفطية جنوب وشرق البلاد وأضف في جلسة حوارية ضمن أعمال القيمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي أن مخزون قدرة اليمن على الصمود يستنزف حيث انكمش الاقتصاد الوطني إلى النصف منذ بدء الحرب وأشار رئيس الوزراء إلى أن الهجمات الارهابية الحوثية الأخيرة على المنشآت والموانئ النفطية تسببت بخسارة اليمن نحو 800 مليون إلى مليار دولار مؤكدا أن هذا كان سيحدث انهيارا اقتصاديا لو لا الإصلاحات التي نفذتها الحكومة وقال معين عبد الملك إن الرواتب باتت في حدها الأدنى والقدرة الشرائية تراجعت إلى مستويات قياسية وإن التعليم والمستشفيات والموازنات التشغيلية وغيرها من القطاعات في وضع صعب جراء تداعيات هجمات بيليش الحوثي وطالب رئيس الوزراء المجتمع الدولي والمانحين بضرورة مواصلة مساندة جهود الحكومة وفقا لأولويات مجلس القيادة الرئاسي والتخلص التدريجي من تركمة الحرب وعودة اليمن وشعبه الصامت في وجه الحرب والعزمات المتعاقبة إلى الوضع الطبيعي هجمات ميليش الحوثي على الموانئ النفطية في حضر موت وشبوة تسببت في تعطيل الإنتاج وتكبيد الخزينة العامة للدولة خسائر كبيرة خلال فترة وجيزة حيث بلغت الخسائر نحو مليار دولار خلال فترة وجيزة لا تتعدى أربعة أشهر تكبدت الخزينة العامة للدولة خسائر فادحة بلغت نحو مليار دولار جراء توقف التصدير من ميناء الضبة في محافظة حضر موت بعد أن تعرض لهجمات من قبل ميليش الحوثي مطلع أكتوبر الماضي ومنذ فشل تمديد الهدنة في مطلع أكتوبر شنت ميليش الحوثي هجمات على ثلاثة موانئ نفطية هي الضبة والنشيمة وقنى في محافظتي حضر موت وشبوة لمنع تصدير النفط مما أدى إلى وقف عوائد النفط الحكومية وتدفقات الوقود وتفاقم المعاناة الإنسانية في البلاد هذه الإحصائية كشف عنها رئيس الوزراء معين عبد الملك في جلسة حوارية ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات المنعقدة في مدينة دبي الإماراتية رئيس الحكومة أشار إلى أن اليمن يمر حاليا بمرحلة صعبة ودقيقة نتيجة استمرار الحرب منذ ثمان سنوات ومخزون قدرة اليمن على الصمود يستنزب حيث انكمش الاقتصاد الوطني إلى النصف ومع الهجمات الإرهابية الحوثية الأخيرة على المنشآت والموانئ النفطية خسرت البلاد حوالي 800 مليون إلى مليار دولار وقال إن اقتصاد بلاده تكبد خسائر بنحو مليار دولار جراء استهداف ميليشيا الحوثي لموانئ نفطية في جنوب وشرق البلاد ويشهد اليمن حراكا واسعا يطالب وضع حد للاختلالات والتشوهات التي يعاني منها قطاع النفط والغاز في ظل أوضاع صعبة يمر بها الاقتصاد اليمني وسبق أن هددت مليشيا الحوثي باستهداف ناقلات النفط في البحر الأحمر سواء عبر استهدافها بالصواريخ المضادة للسفن أو الألغام البحرية وكذلك الزوارق المفخخة في محاولة لتخفيف الضغط على داعمتهم طهران في حين دائما ما يكون الضحية هو المواطن اليمني الذي خسر كثيرا خلال السنوات الماضية جراء سلوك ميليشيا الحوثي الساعي لتقوض كافة الركائز الاقتصادية في البلاد وهدم المكتسبات التنمعية بدأت السلطات المختصة في مأرب تحقيقا حول بلغات بوجود تفاح مستورد يعتقد أن مصدره إيران مغلف بأوراق ممزقة من المصحف وذكر مكتب الصناعة والتجارة في المحافظة أن فريقا تابعا له باشر نزولا ميدانيا لتأكد من الواقع وتم ضبط وتحريز التفاح المستورد تمهيدا للرفع بالقضية للنيابة للنظر والتصرف طبقا للقانون وفد أن هذا التحقق الميداني جاء بناء على توجيه رئيس نيابة استئناف محافظة مأرب القاضي عارف عبدالغني سيف ونشر مكتب الصناعة والتجارة في المحافظة صورة لصناديق مملؤة بتفاح تستورده ميليشيا الحوثي الإرهابية مغلفة بأوراق ممزقة من المصحف وفي مأرب أيضا حرز مكتب الصناعة والتجارة كميات كبيرة من أسمنت نجران مخالفة لقوانين التجارة وقال مدير إدارة حماية المستهلك بمكتب الصناعة والتجارة المهندس سليم العضيلي إن لجان الرقابة والتفتيش ضبطت لدى أحد التجار 5000 كيس من أسمنت نجران بسبب نقص وزن الأكياس وأوضح أن النقص يتراوح ما بين كيلو إلى 2 كيلو في الكيس الواحد وأن عملية التحريز جاءت عقب تلقي عدة شكاوى من المواطنين وطلب المكتب من إدارة منفذ الوديعة بعدم السماح لموردي أسمنت نجران حتى تستجيب إدارة المصنع وحضور من يمثله إلى مكتب الصناعة والتجارة بمأرب لاستكمال الإجراءات القانونية وتعويض المتضررين من نقص وزن المنتج انقطعت خدمة التيار الكهربائي عن محافظة مأرب بعد خروج المحطة الغازية عن العمل لأسباب فنية وقالت مصادر في المؤسسة العامة للكهرباء في مأرب إن خللا فنيا أدى إلى خروج المحطة الغازية عن العمل وأشار إلى أن المحطة الغازية ستعمل على معاودة التشغيل خلال الساعة القادمة وأن الجهود جارية لإصلاح الخلل الفني يشار إلى أنه جرى إعادة تشغيل محطة مأرب الغازية منتصف عام 2020 بعد تركيب تروبينات خاصة بتوليد الكهرباء في مقر المحطة جنوب شرق محافظة مأرب وكانت المحطة الغازية تغذي معظم محافظات الجمهورية بالطاقة الكهربائية قبل أن تتوقف جراء الحرب التي أشعلها الحوثيون نهاية عام 2014 تسببت أزمة الغاز المنزلي في مدينة تعز بمضاعفات معاناة السكان ذلك أن الأزمة تتنامى بشكل مستمر دون إيجاد أي حلول ومعالجات للتخفيف من وطأتها على السكان تتواصل معاناة سكان تعز من جراء تراجع حصة هذه المدينة من مادة الغاز المنزلي هنا أحد البوابير المحملة بالغاز وصل إلى هذه المدينة ويتم توزيعها لكن السكان بحاجة إلى كميات أكبر يقول السكان بأن عدد السكان في هذا الحي في وسط مدينة تعز يتجاوز 1500 مواطن بينما ما يصل إليهم في الشهر الواحد 200 أسطوانات غاز يتم إنزال هذه الأسطوانات إلى هذا المكان لتوزيعها على المواطنين بإشراف من شركة الغاز هنا كمية المواطنين المتواجدين تتفق عدد الإسوانات المتواجدة بثلاثة أضعاف معانا عبدالله المشرقي سيحدثنا عن أزمة الغاز التي يعانون منها منذ ثمان سنوات بسبب حرب وحصار ميليشيا الحوثي على المدينة نعم نحن في منطقة المشبح في حارة المشبح نعاني كثيرا من هذه المادة المنزلية من مادة الغاز المنزلية ونتيجة للإزجحام الكبير من السكان ولذلك نعاني كثيرا من هذه المادة ونرقو من القيهات المختصة أن تقوم بتوفير هذه المادة بكل سهولة ويسر نحن نعانينا كثيرا ونعاني من هذه المادة ونعاني أيضا من أشياء أخرى غير مادة الغاز ولكن مادة الغاز هذه هي التي ترهقنا وتورقنا كثيرا فأنا أرجو أن توصل رسالتي هذه إلى المشؤولين في هذه المدينة إذن كما سمعتم المعاناة مستمرة من جراء انعدام هذه المادة مع اقتراب شهر رمضان المبارك تتواصل هذه المعاناة وتؤرق سكان هذه المدينة بالأمس كان هناك مؤتمر لنقابة كلاء الغاز أعلنت فيه عن تراجع الحصة بنسبة خمسين في المئة وهذا يضاعف من معاناة السكان ومن أزمة الغاز المنزلي هناك سوق سوداء تتوفر فيها مادة الغاز المنزلي ولكن بأسعار مضاعفة لا يستطيع المواطن شراء الغاز منها وهذه المادة متوفرة بشكل كبير يتساءل المواطنون كيف تتوفر مادة الغاز المنزلي في السوق السوداء ولا يجدونها في المعارض ومعارض الوكلاء المعتمدة من قبل الشركة هم يطالبون بمحاسبة الوكلاء على المخالفات التي يقومون بها في بيع الصوانات الغاز بطريقة غير شرعية عبد العزة دبحان يمن شباب تعز هذا وقالت وكارة نقابة الغاز في محافظة تعز إن هناك عجزا في حصة المحافظة من الغاز يصل إلى 50% جاء ذلك خلال مؤتمر صحفيا نظمته النقابة أوضحت فيه أن العجزة وصل إلى 72 مقطورة شهريا أي ما يعادل 864 مقطورة في السنة وشددت نقابة على ضرورة تزويد مدرية الريف المدينة بتعز بكامل حصصها منوهة إلى أن العجزة أثر بشكل كبير على السكان وطالبت نقابة المجلس الرئاسي والسلطة المحلية وشركة الغاز صافر بتزويد المحافظة بحصتها وعدم التلاعب بها إلى ذلك انتقد مشاركون في المؤتمر عمل وكلاء الغاز مشيرين إلى أنهم سبب في معاناة المواطنين بسبب التلاعب بمادة الغاز المنزلي مطالبنا أولا بتوفير الغاز محمد فتا عز حسب الكثافة السكانية الموجودة كون العجز وصل إلى 50% من مديرية المدينة ومديرية الريف مديرية المدينة حصة في الأسبوع 18 مقطورة والآن الذي وصل 9 مقطورات يعني بنقص 9 مقطورات يقارب 20 ألف ستوانا أسبوعيا وهذا العدد كفيل بإغراق المحافظة بأزمة خانقة ونحن مقبلين على شهر رمضان المبارك لذلك نحن نطالب من القيادة السياسية ممثلة بالدكتور رشاد العليمي والدكتور رئيس الحكومة معين عبد الملك ورئيس مجلس النواب السلطان البركاني الذين همهم على رأس هرام السلطة ومن أبناء هذه المحافظة بأن يوقهوا بزيادة حصة محافظة تعيز وترحيل الحصة أولا بأول اليوم شاركنا في المؤتمر لنقابة الغاز طرحنا أسئلة مهمة من الشارع بحيث نتحدث عن سبب انتشار السوق السوداء غياب الرقابة الشفافية عدم موجودة الأرقام الحقيقية لعدد السلطة الغازة التي تقول تعز أو مستحقم تعز كذلك القيمة السعرية للسلطة الغاز وانتشار السوق السوداء بشكل مخيف جدا كذلك طرحنا أسئلة أن هناك تم تعيين دباب غاز خاصة بالمواطنين ولكن نجد هذه السلطة لدى الدبابة والباصات كذلك عند أصحاب المطاعم هناك أسئلة كثيرة كنا نتمنى أن تكون الشركة الغاز موجودة لأننا نطرح سئلتنا ونتيجب أيضا على الوكالاء الذين يشتكون كذلك من الشركة الغاز التي تماطلهم ولا تقوم بإيصال الدفع المستحقات للسلطة الغازة التي تعز أصدر محافظ حضر موت مبخوط مبارك بماضي القرار رقم 26 لسنة 2023 بشأن تشكيل لجنة مراجعة وتقييم لائحة الصيد التقليدي في المحافظة وإياد القرار ضمن خطة المحافظة لتحقيق التوازن والاستقرار للسوق المحلي والمحافظة في الثروة السمكية وحدد القرار مهم اللجنة بالمراجعة الكاملة للائحة الصيد التقليدي وإعادة صياغتها والتعديل عليها إن تطلب الأمر وإعداد ملاحق محاضر الضبط وقائمة العقوبات للمخالفات فيما قضت المادة الثالثة من القرار بأن تباشر اللجنة أعمالها فور صدور هذا القرار وترفع بنتائج عملها إلى قيادة السلطة المحلية بالمحافظة وقبل الختام أسعر صرف الريال اليمني أمام العمولات الأجنبية اليوم الأربعاء انتهت النشر الاقتصادية إلى اللقاء اشتركوا في القناة